اهلا بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من يتفكرون لا شك ان المفكر السوري محمد شحرور شكل ظاهرة مثيرة للجدل على مر العقود الماضية فلطالما فاجأ الجمهور عامته وخاصته بتفاسير وتأويلات لآيات القرآن تختلف بشكل كبير وربما تناقد تلك السائدة والمتعارف عليها كتفسيره لآيات المواريث على سبيل المثال ورغم ما عرف عن شحرور من مواقف يراها البعض ثورية كموقفه من حريات المرأة والحجاب ونظرية التطور والقضاء والقدر الا انه غالبا ما يصنف كمفكر مجدد من داخل المؤسسة الفقهية وليس حداثيا من خارجها بل ربما هناك من يراه سلفي يساري انصح التعبير اي لم يقطع مع السلفية حتى وان وجد من بين غلات هذه الاخيرة من يكفره فهو يستند الى ذات منطلقات المدرسة السلفية الباحثة عن تفسير كل شيء داخل النص المقدس الصالح لكل زمان ومكان ورافض بالقطع لمسألة تاريخيته ترى كيف تنبه شحرور الى تفاسير لم تخطر على بال احد غيره تقريبا لآيات القرآن هل نحن امام مفكر حداثي ام مجدد وكيف يمكن فهم موقفه من التأويل في ظل مواقفه المتقدمة في كثير من القضايا الاجتماعية هذه الاسئلة وغيرها ساطرح على ضيفية دكتور سامح اسماعيل من مصر الباحث في فلسفة التاريخ والاديان المقارنة اهلا بك دكتور سامح والباحث المغربي محمد جليد الباحث والمترجم اهلا بك وقبل بس ما ندخل في القضية التأويلات والتجديد الديني سنرى تقريرا عن محمد شحرور ثم نعود ولد محمد شحرور عام 1938 في دمشق التي انهى دراسته الاساسية في مدارسها قبل ان يسافر مبتاعة الى الاتحاد السوفيتي ليتحصل على شهادة دبلوما في الهندسة المدنية من جامعة موسكو ورغم تخصصه الهندسي وسيرته المهنية المبشرة مطلع حياته ظل شغوفا بالدين وعلومه وزاد شغفه بعد هزيمة 1967 التي دفعته للبحث عن اجوبة للهزيمة وفي وقت نحى فيه كثيرون نحو التطرف تحت وقع الهزيمة خرج شحرور باستنتاجات مغيرة دفعته للدعوة لتجاوز تفسير النص القرآني والاشتغال من داخله للخروج بتفسير جديدة تناسب العصر نجح محمد شحرور في تحريك المياه الراكدة واثار النقاش حول معاني آيات كانت تبدو واضحة وغير قابلة للتأويل لكنه رغم ذلك لا يصنف عادة بين المفكرين الحداثيين بل ينظر له المجتمع الفكري العربي كمجدد من داخل المؤسسة التقليدية وبعيدا عن نقاش هل محمد شحرور حداثي ام مجدد فانما لا يمكن الاختلاف عليه ان شحرور الذي رحل عن عالمنا نهاية عام الفين وتسعة عشر خلف ارثا ادبيا هاما فتح عبره كوة في جدار الجمود الفكري الديني واثار من خلاله تساؤلات كثيرة حول ما ظن كثير من الناس انه فوق التساؤل وهذا الامر وحده كفيل بوضعه في مصافي كبار المفكرين العرب عدنا ويتفكرون والمشروع الفكري لمحمد شحرور ومع ضيفية دكتور سامح اسماعيل من مصر والباحث محمد جليد من المغرب في المقدمة دكتور سامح يعني الناس اللي ما تعرفش محمد شحرور وممكن يعرفوه من التقرير ان البداية كانت بداية التغيير في سنة سبعة وستين والعودة من الاتحاد السوفيتي والتفسير الجديد الذي لمع في زهن محمد شحرور هل هناك علاقة عضوية ما بين هزيمة او نكسة سبعة وستين ومشروع محمد شحرور الفكري في الحقيقة انجاز لنا التعبير عن مفهوم المثقف العضوي فالمثقف العضوي هو مثقف يخرج من داخل الجماعة العضوية اي جماعة اي جماعة بتعيش في اي مكان بتخلق لنفسها طبقة من المثقفين هذه الطبقة بتساعد الجماعة على تجاوز محنتها او بتساعدها على ادراك وعيها وعلى تحديد المفاهيم وتخلق المفاهيم التي تمكن هذه الجماعة من تلبيات احتياجاتها فاي مثقف عضوي بينطلق من داخل جماعته وبيتأثر بالتالي بأزمتها وانكساراتها وهذا ايما لحظة سبعة وستين كانت لحظة مربكة ولحظة حاسمة في التاريخ العربي ككل وليس تاريخ مصر الوحدة في هذه اللحظة محمد شحرور نفسه بيقول ان هو وجد نفسه بين طرحين طرح بيؤكد ان الهزيمة جاءت بسبب ان النساء كاسيات عريت والطرح الاخر يقول ان الهزيمة جاءت بسبب اننا كنا نصوم رمضان هو وجد طرح ديني متشدد ووجد طرح لا ديني متشدد وبين الطرح الديني وبين الطرح اللا ديني تهت الحقيقة فهو كار في هذه اللحظة البحث عن الحقيقة كمثقف عضوي يتأثر بما يحدث وما يعتمل داخل مجتمعه من ازمات هذا ينقلنا الى تعريف فقول المثقف العضوي تعريف فقول المثقف العضوي بيختلف عن مقام ايبي محمد شحرور فقول يقول ان عصر وجود المثقف الكوني مثل سارتر او مورلو بونتي او غيره هذا المثقف الكوني الذي يدعي امتلاك الحقيقة ويقول انه يمتلك الحقيقة وانه يستند الى نص هذا النص يمثل مرجعية نهائية تعطي الحياة معنا وتعطي الموت معنا وتفسر كل شيء انتهى اصبح المثقف هو الناقد الذي يمتلك رؤية نقدية ويحدد المنهج بين مثقف جرامشي ومثقف فقول ظهرت شخصية شحرور وغير شحرور ايضا بين من اراد ان يكون نقد واستعمل المنهج النقدي وذهب به بشكل حاد الى اقصى درجاته بلا صف ومن اراد ان يكون ذلك المثقف الذي يعطي معاني جديدة للحياة معاني جديدة للازمة تفسير جديد للواقع من خلال مرجعية من خلال نص كلمة النقد التي طرحها دكتور سامح اسماعيل هل اقدر اقول عن محمد شحرور انه نقد وهو اصوله من الفقهاء ومصادره من المصادر الاساسية التي تعتبر سلفية هل هو بذلك ناقد او مضيف ولا هو رجل معتمد على المصادر الاصلية ولم يضف اليها نعم هو في الحقيقة بالنسبة لمحمد شحرور لا يمكن ان نتحدث عن النقد بمفهومه الفلسفي او حتى الادب المتعارف عند الغربيين وحتى عند كبار المفكرين والنقاد العرب ولكن في نظر يمكن ان نستعمل مصطلحا اخر يتمشى مع الادبيات مع ادبيات الدراسات الاسلامية وهو مفهوم المجدد اظن ان شحرور بالنسبة لمن اطلع على مجمل اعماله في مجال اعادة قراءة النص الديني وخاصة القرآن سيصل الى ان شحرور عمل على على ان يجدد نظر الى التوراة الديني الاسلامي وبالخصوص تفسير القرآن الكريم بالنسبة لفهوم النقد يقوم اساسا على التفكيك والهدم واعادة بناء الخطاب يعني الباحث محمد جليد بيفضل المجدد نعم على الناقد يعني المصطلح او التوصيف الافضل لمحمد شحرور هو المجدد نعم لماذا؟ لان النقد هو بنية مركبة من المفاهيم ومن المناهج والمقاربات القائمة على مرتكزات واضحة صحيح ان شحرور ينتقد ضمن مشروعه بعض الخطابات المتداولة كالخطابات منها الخطابات المتطرفة ولكن في نظري لا يصح ان نطلق عليه فهوم الناقد بمعناه العلمي والفلسفي في عبارات بسيطة كده ومختصرة لو الباحث محمد جليد وهو من المغرب من المفكرين بتوع الشمال افريقيا كان كثير منهم يطلق عليه الناقد نعم يعني زي ما نقول في مصر بحقه وحقيقي وبجد الجابرية العروية في تونس يوسف الصديق نعم الفرق ما بين هؤلاء يعني فيه كلمات بسيطة ما بين هؤلاء وبين محمد شحرور اللي انت شايفه اعتقد ان عدد من المفكرين سواء المغاربة او المغاربيين اعتمدوا في منهجيات دراستهم للواقع العربي المعاصر وحتى القديم كما هو الشأن بالنسبة للجابري اعتمدوا على عدة مفاهيمية ونظرية غربية اشتغلوا من خارج الترات من خارج ما هو مفكر فيه عربيا ولكن ذهبوا الى آليات لكن شحرور كان بيتحرك من الداخل نعم هذا هو الذي اريد ان اصل اليه ان شحرور اشتغل من داخل النص الديني وبالخصوص من داخل القرآن القرآن من داخل القرآن دكتور سامح يعني الباحث محمد جليد انهى عباراته من داخل القرآن هل السنة او الاحاديث ليس لها دور مهم في فكر شحرور او في المشروع الفكري لشحرور اين موقعها بالضبط يمكن القول ان محمد شحرور قام بعمل منهاجي في منتهى الذكاء في التعامل مع السنة وهو طرح جديد في التعامل مع السنة هو فارق او صنفها الى ثلاثة محاور المحاور الاول هي الغيب الا للشعائر الشعائر مثل الصوم والصلاة وكل التقوس الدينية والحج هو قال انها تواترت يعني قام بها الرسول ثم نقلت الينا بالتواتر ولم تنقطع وبالتالي فهي لا نقاش فيه وثم بعد ذلك السنة النبوية فيما يتعلق بالغيبيات فهو اطلق مقولاته الشهيرة ان الرسول لم يكن يعلم الغيب وبالتالي كل ما كل ما يتعلق بالجنة والنار والعب المهد المنتظر والمسيح الدجال والبراق الى اخيره الى اخيره كل هذه المقولات وصنفة ضمن الاساطير التي نسبت الى الرسول فيما بعد ولحقت بالسنة لكنها كلها منحولة القرآن كان يؤكد على ان الرسول يعلم الغيب وانطلق من القرآن هنا في هذه المؤسسة نص المؤسس بتاعه ثم هناك المحور الثالث ان كل ما تواتر ونقل عن الرسول من احاديث تتعلق بالحكم وشؤون الحكم ليس لنا ان نتبعها لانها رهينة او جاءت رهنا بوقتها وبالتالي لسنا ملزمين بها هي كان الرسول يؤسس المجتمع الاسلامي الاول لكنه لم يؤسس المجتمع الاسلامي الاخير وبالتالي هو كان الاكتهاد الاول سواء الاكتهاد في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية او في البنية الفوقية للدولة كل هذا الاكتهاد الاول الذي قام به الرسول هو محاولة لأسلامة المجتمع الذي جاءت فيه الرسالة لكنه ليس المجتمع الاخير هو المجتمع الاول وبالتالي هو قلب التطور تطور الاحكام تطور النصوص وفقا لقعدة ثابتها ينطلق منها مشروع شحور ككل ثابت النص وحركة المحتوى حركة المحتوى المحتوى المتحرك كلما زادت المعارف كلما زادت خبرات الإنسان كلما زادت راية بما حوله من وقائع وما حوله من وزارة العلوم الحديثة كل هذا يؤدي إلى تفسير جديد والتفسير الجديد ينقلنا بدوره إلى تفسير جديد أخر وهكذا حتى أنه يقول أن اجتهاده في النص هو اجتهاد سوف يفنأ أو ينتهي بعد خمسون عام طيب إحنا مغرمين كعرب أن احنا نطلق على المفاكر أو نضعه في إطار من كلمة واحدة هل محمد شحرور قرآني دائما يتمنى هذا الرجل قرآني وعمل مدرسة القرآنيين وأهمل الحديث هل نستطيع أن نقول ذلك؟ القرآنية كمذهب ديني تختلف اختلاف كبير عن ما جاء بيه محمد شحرور هو يقول أن هناك أحاديث للرسول هو لا ينفيها تتعلق بالأخلاق تتعلق بالمنظمة القيامية والرمزية الإنسانية هو يقول أنها جاءت لا نرفضها حتى لو كانت أحاديث أحد طالما أنها ترتبط بمفاهيم أخلاقية كلية فلا يصح لنا أن نرفضها وبالتالي هو لا يرفض كل الأحاديث كليا ولكنه يصنفها وهذا التصنيف بالتالي هو الذي يؤثر على صدقها منها مشروع محمد شحرور أكبر من أن نسجنه في كلمة ومع ضيفية بعد الفاصل سنناقش أكثر وأكثر المشروع الفكري لمحمد شحرور عدنا ويتفكرون والمشروع الفكري لمحمد شحرور ومع ضيفية من مصر دكتور سامح إسماعيل ومن المغرب الباحث محمد جليد وكان قبل الفاصل دكتور سامح اتكلم عن السنة والأحاديث وموقعها من مشروع محمد شحرور الفكري وفي كلمة هنا أنا عايز برضو أؤكد على هذه النقطة وأعرفها من الباحث محمد جليد بيقول أن المفهوم الصحيح للسنة يتمثل في أنها سنة الله اللازمة الاتباع لأنها أبدية أما السنة الإنسانية فمتغيرة هنا مصطلحين جداد علينا شوي سنة الله السنة الإنسانية شرح الباحث محمد جليد لهذه المسألة نعم أود قبل الإجابة أن أضيف شيئا ما إلى ما تفضل به الأستاذ حسام وهو منطلق الدراسة في اعتقادي عند محمد شحرور أظن أن التفاسير ودراسة التفاسير ترتب عنها مجموعة من الأخطاء ومن المغالطات وفي نظر أن المنطلق فيما قدمه محتفى به في هذه الحلقة محمد شحرور منطلقه هو القرآن وغايته هو إعادة النظر في كل ما كتب عن تفاسير الأحاديث النبوية وهو نفس المشروع الذي قدمه أيضا الفقيه التونسي محمد الطالب رحمه الله غايته هو استبعاد هذه التفاسير المشحونة بالمغالطات وبالأخطاء والتي قادت إلى انحرافات في فهم الإسلام من هنا أقول إجابة عما طرحته من إشكال هو أنه يجب أن نفسر أن ندرك التمايز بين الصفتين أو على الأقل صفتين لأن محمد شحرور يطرح ثلاث صفات بالنسبة للنبي محمد وهو محمد الإنسان ثم محمد النبي ومحمد الرسول ويضع لهذه الصفات الثلاث تفسيرات وتوضيحات فبالنسبة لصفة الإنسانية عند محمد فيقول بأن هنا لا بد أن نؤمن بأن محمد قاد تجربة إنسانية كانت معرضة للخطأ والصواب بالنسبة للصفة الثانية يعني صفة النبوة وهي تبليغ الرسالة بدون أن يتدخل فيها عفوا انطلاقا من يعني ما جاء في القرآن وأيضا من فهم لواقع المجتمع الذي كان يعيش فيه ومن هنا أعطى شحرور للنبي بعض المهام التي كان يقوم بها وهي إدارة الدولة وتدبير شؤون المجتمع وقيادة الجيش إلى غير ذلك بالنسبة للصفة الثالثة صفة الرسول وهي يمكن أن أقول بأن محمد تقمس فيها دور الوسيط بين الله والبشر بمعنى كان محمد الرسول معصوما من الخطأ في هذه الصفة بمعنى لا يمكن له أن يخطئ في تبليغ الرسالة بأمر من الله فهو لكن في المستوى الثاني والثالث وهو مستوى النبوة وهو مستوى الإنسانية هنا يتم النقاش وهنا يتم التفميد والتغيرات صحيح لكن في مرحلة الرسالة أو في مستوى الرسالة نعم هنا العصمة من الله كما يقول محمد شحرور ده ممكن نقول عليها سنة الله لا تكتب لا تبديل فيها كما جاء في الأدبيات الأدبيات الإسلام ولكن بالنسبة للمستوى الأول والثاني هنا يقدم شحرور مجموعة من تصحيحات ضرورية لفهم التوراة الديني الإسلامي بمعنى أن محمدا أخطأ في بعض الأشياء وله حديث يطلب فيها من الناس أنهم وحدثت مراجعات من الصحابة صحيح في مواقف كثيرة يعني يعني الباحث محمد جليل الحقيقة أسم وده كان تأسيم مهم جدا بالنسبة لفكر شحرور وأعتقد أنه مغرم بالتقسيمات هناك برضو تقسيمة أخرى أسأل عليها دكتور سامح اسماعيل الرسالة ما بعد الرسالة مجتمع الرسالات ومجتمع ما بعد الرسالات ماذا كان يقصد شحرور بهذا التقسيم؟ هذا التصنيف يقصد به شحرور أنه يقسم التاريخ البشر إلى قسمه قسم المقابلة الرسالات وهو الإنسان الذي تحول من بشر إلى إنسان وهو له نظرية في هذا بعد نفخ الروح فيه كان لا يزال في حاجة إلى تشريعات في حاجة إلى قونين أنه لم يكن تخلصاً بعد من الحالة الأولى أو الحالة الحيوانية التي انتقل من خلالها وأصبح إنساناً وهو الأنسانة هنا عند محمد شحرور تختلف عن الإنسان مفهوم يختلف عن مفهوم البشر فعندما تحول إلى إنسان لازم هذا الإنسان من يأخذ بيده على الطريق الصحيح حتى تكتمل ذهنياتي وتكتمل البنية الأخلاقية بشكل كامل في عصر ما بعد رسالات عصر العلم لم يكن هناك حاجة أو لم يعد هناك حاجة لنبوة أصبح الإنسان قادر على الاعتماد على نفسه لم يعد الإنسان مطالباً بأن يتبع رسالة دينية تقول له أن يبربه والدي لأن أصبحت هناك قوانين تلزمه بكفالة والدي يبدأ تفسير خاتم الأنبياء يعني أن النبوة لم يعد لها حاجة في عصر العلم في عصر العلم وإنما الإنسان أصبح قادر على أن يقود نفسه بنفسه وبالتالي لم يعد هناك حاجة لنبوة طب الحرية منطلق الحرية برضو بيؤكد عليه يعني برضو مسألة الانطلاق من الحرية والتأكيد على الحرية كمفهوم ماذا كانت تعني عند الشحرور؟ محمد الشحرور في الحقيقة ماذا كان مهموماً بها إلى هذه الدرجة؟ هو تأثر في بداية عمله على تأويل النصوص الدينية أو المناهج الهربونوتيقة المختلفة تأثر بما قام بيش لايماخر في القرن الثامن عشر والتسع عشر من تحويل التأويلية من الاحتكار الوظيفي إلى المشاعية الأدائية عبر الارتقاء بها إلى علم يؤسس لفهم إنساني حقيقي للنصوص الدينية هو أخذ بهذا الترح وطوره وحاول أن ينقل نحاول أن يفهم المشاهدين المشاعية الأدائية بمعنى أنني أستطيع أن أأخذ النص الديني إلى فضاءات أكثر رحابة وأكثر التسعاً أستطيع أن أضعه في وضعية منهجية تتخلق من خلالها عدة معاني وعدة ترادفات هو يرفض الترادفات بمعنى أن يرفض النسخ المنسوخ ويرفض الترادفات لكنه يقول بالمعاني المختلفة للكلمة الواحد النسخ المنسوخ برضو مهمة أوي أوي أخذها برضو من الدكتور سامح لكن اسمح لي بس في عجالة سريعة في موضوع الحرية في موضوع الحرية هو يقول أن العقل الجمعي العربي والإسلامي ليس له أو له وجودة للحرية في وعيه هذا هو وجود الحرية حتى كلمة حرية جاءت في الكرآن بمعنى مقابل العبد لكن الكلمة المركزية هنا هي كلمة العدل فالمسلمين هنا وهم المسلمون وهم يريدون أن يؤكدوا على مفهوم العدل رفضوا الحرية ونادوا بما يعرف به الدكتور العادل أو المستبد العادل يعني المعنى الفلسفي لكلمة الحرية كان غير موجود في الزهنية الإسلامية وهو يقول أن هذا خطأ تعامل التراز بشكل خاطئ مع مفهوم الحرية لأن الحرية موجودة والحرية هو يأخذها بين النصوص وبين الألفاظ كلمة عبادي فرق بين العباد والعبيد عباد أنت من عباد الله أي أنك لك الحق أن تؤمن وأن تكفر كلمة عباد هنا يضع محمد شحور لها معنى جديد إنما عبيد فها عبيد كلنا عبيد الله ولكن في الآخرة حيث لا مجال للاختيار وإنما عندما نكون في الحياة الدنيا وعندما تتسع مجالات الاختيار فنحن عباد الرحمن أعتقد من بصمات محمد شحور المهمة جدا التفرقة ما بين المصطلحات والألفاظ وكما ضرب مثالا دكتور سامح ما بين العبادي والعبيد مهمة جدا هنا أيضا الناسخ والمنسوخ ومسألة نلاحظ أن مسألة اللي بينسخ أو الآية التي تنسخ أحيانا تكون أكثر تشددا ودي بيعتمد عليها السلفيين كتير يعني أقولك آيات القتال آيات الحرب نسخت آيات السلام المسألة دي حلها شحرور إزاي أعتقد أنه ولكن أحب أن أضيف شيئا على مسألة الحرية أيها شحرور أعتقد من الميزات الأساسية التي تميزت بها تميزت بها جتهاداته في مجال دراسة الإسلام وهو التجديد تجديد الخطاب الديني انطلقا من النص القرآني بفهم جديد بفهم جديد من هذا الفهم الجديد فهم الحرية حرية الاختيار فالإنسان مخير ومسير ولكنه مخير في المسألة الدنيوية كيفما كانت ومسير في الأمور الغيبية في الأمور التي يطلب منها الإيمان بها إيمانا لا رجعة فيه وهنا يمكن أيضا أن نتكلم عن تمييز آخر وهو التمييز بين الإسلام والإيمان فالإسلام مثلا عنده لا يقتصر فقط على أمة محمد بل تشمل جميع الديانات سابقة لها امتدادا حتى النبي نوح كلها ديانات إسلام يعني عندما يخاطب القرآن المسلمين يكون لا يقصد هؤلاء فقط المقصود به جميع الديانات التي نزلت على البشر من نوح إلى محمد وقوامها الأساس هو الإيمان بوجود الله واليوم الآخر وهذين الشرطين مقترنين بالعمل الصالح يعني كي تكون مسلما يجب أن تؤمن بالله بوجود الله وباليوم الآخر وأن تقرن هذا الإيمان بالعمل الصالح يعني في العلاقات مع الناس إلى غير ذلك بالنسبة للإيمان يضاف إلى هذه المقومات الثلاث الإيمان برسالة محمد وأن تكون من أتباعه فهذا تمييز هو بسيط بسيط ولكنه مهم بالنسبة لمحمد جحرور حتى فيما يتعلق بإشكالية الناس منصوخ فهو يذهب في اتجاه سحب البساط من تحت أقدام المتطرفين أو الفقهاء الذين يميلون إلى تبني مقاربات التشدد والغلو في الدين لذلك فهو ينحو فهو يركز أساسا على إعادة فهم الآيات الناسخة هذا مسألة ضرورية عنده و انطلاقا من قناعة تذهب في اتجاه احترام التطور المجتمعات يعني دولة القانون احترام حقوق الإنسان احترام حرية الفرض وحرية الجماعة إلى غير ذلك فهذه من الأمور من الغايات الأساسية التي يسعى محمد جحرور إلى أن يرتكز عليها مشروعه ليس دفاعا عن الإسلام ولكن دفاعا عن كونية الإسلام وعن شمولية الرسالة بمعنى أنه هناك رغبة في ضحض كل ما يقال عن الإسلام خاصة من بعض الغربيين طب الحل هل حل شحرور مسألة الناسخ والمنسوخ وما يعتقده البعض أنه تشدد في الآيات الناسخة مثل أن القتال نسخ آيات السلم إلى آخره هل هذا الاقتراب من شحرور أو الاقتراب الشحروري إذا أردنا أن نسميه هل حل المسألة الإحالة على النص دوما كمان يسيره في حقل الغم قام بتفكيك لغم وجد أمامه آخر وقد ينفجر فيه ثالث فالإحالة على النص هنا والإحالة على فقه اللغة والمعاني حتى المعاني النادرة أو المعاني الهامشية للكلمات هو أنا أعتبر حق الألغام لا يستطيع أن يحل المشكلة نستطيع بمنهجيات أخرى كالتاريخانية وهو أيضا هو لم يرفض التاريخانية لكنه قال بمبدأ المساوقة المساوقة هنا تعني تلازم شيئين تلازم النص مع الواقع وتطورهما رفقة بعضهم البعض بمعنى أن كلما تطور الواقع النص يفسح عن معنى جديد عظيم هذه المساوقة هو وجد أنها هي حل كل الإشخاص هنكمل رؤية دكتور سامح اسماعيل لهذه النقطة بالذات ولكن بعض الفصل عدنا ويتفكرون والمشروع الفكري للمفكر الكبير محمد شحرور ومع ضيفية من مصر دكتور سامح اسماعيل ومن المغرب الباحث محمد جليد وكان دكتور سامح اسماعيل قال أنه لم يرفض التاريخانية من المفكر محمد شحرور ولكن البعض يقول عندما نضعه جنب بجانب أركون عندما نضعه بجانب العروي الجابري يوسف الصديق نجد أن البعض يتحفظ على المشروع الفكري اللي محمد شحرور ويقول أنه ليس بالمشروع الحدثي رأي دكتور سامح اسماعيل في المسألة دي هو محمد شحرور نفسه انتقد كل هذه التروحات الحدثية وقال أنهم لم يقوموا بتقديم بديل للناس وأنه يقوم بتقديم هذا البديل من داخل النص لا ينزع ما يؤمن به الناس ويقدم لهم اللاشيء هو يقدم لهم شيء جديد هو يقف عند مفهوم مهمي جدا هو مفهوم حرك المراحل أن الإسلام لم يقوم بحرك المراحل هو أعطى التشريع الأول النص أعطى القيمة الأولى ثم أفصحها يفصح باستمرار عن قيمه وعن مبادئه وعن معانيه الجديدة مثل تحرير رقيقه وقال أن تحرير رقيق الإسلام بدأ الخطوة الأولى بالتحبيب في تحرير الرق لكنها لم يحرق لأن كل الاقتصاد الموجود في هذا الوقت كان يقوم على بيع وشراء العبيد وبالتالي لكنها بدأ المرحلة الأولى ولم يقوم بحرك المراحل المراحل تحترك ويتجاوز الإنسان كلما مضى ومر التاريخ فهو بالتالي يضع هنا قاعدة أساسية يمكن البناء عليها تختلف تمام الاختلاف عن المشاريع العربية الحدثية سواء التي قامت بالقطع مع التراث أو التي قالت بإعادة غير بلد التراث لا ينتقس من هذا أو ذاك يعني الحدثيين دي وجهة نظر ورؤية مختلفة عن رؤية شحرور وهذا ليس نقصا في مشروع شحرور وليس نقصا في مشروع الحدثيين نستطيع أن نقول أن مشروع محمد شحرور مشروع شعبوي بامتياز هو مشروع استطاع أن يفعل في الشارع شيء هو يخاطب الشارع بغض النظر عن مدى نجاحه أو فشل في ذلك فهو يخاطب العقلية الدينية التقليدية بإعادة تجديد المفاهيم بإعادة قراءة اللغة والألفاظ ويقدم فتاويه في كل شيء هو بمثابة فقيه جديد يطرح نوع من الفقه يتماهى والواقع كما قلت لك بعمل مساواق بين النص وبين التاريخ ألا يعتبر هذا سؤالي للبحث محمد جليد ألا يعتبر هذا مغازلة للشارع لأن أحيانا نحتاج إلى صدمات ومحمد شحرور لم يفعل أو لم يمارس تلك الصدمات رأي البحث محمد جليد في المسألة دي بغض النظر عن كلمة شارع أي شارع في العالم العربي عندما نقول شارع فنحن نتصور وجود رأي عام يتأثر بما يتلقى ويؤثر من خلال ذلك في سلوكه وتصرفه سواء في الفضاء العام أو في فضائه الخاص أظن أن محمد شحرور كان فعلا غايته مخاطبة العقليات التديونية التقليدية ومن خلال ذلك سعى إلى تقديم نوع أو صحيح تفسيرات وقراءات وخطابات للنص الديني يقول في خاتمة هذا الكتاب الإسلام والإنسان يقول قد يتسأل البعض لماذا توصلنا من خلال قراءتنا المعاصرة للتنزيل الحكيم إلى نتائج مخالفة لما هو متعارف متعارف عليه في ثقافتنا الدينية فنجيبه أنه بعد أن رأينا كثرة تناقضات التي شوشت علينا ديننا وجعلتنا نتخبط في فوضى فكرية عارمة بحيث أصبح الكل يدعي أنه وصي على الدين إذن نفهم من هذه الخاتمة أو من الفقرة الأولى لهذه الخاتمة أن الغاية هو إعادة الخطاب الديني إلى مركزه أي أن يكون التفسير والشرح والتأويل مقصورا على أهل العلم سواء كانوا فقهاء أو علماء أو حتى حسب مصطلحات العلم الحديث علماء الدراسات أو علماء الاجتماع والإنسان من أنتربولوجيين ومؤرخين إلى غير ذلك فهذا هو في نظري الغاية عند محمد شحرور من جهة هناك محاربات الخطابات الدينية أو التأويلات والتفسيرات المغلوطة مواجهة نوع من التديون المتشدد والمتطرف وثم رغبة في تصحيح هذه القراءات ويمتزج فيها طبعا ما هو ديني وما هو مستقى إن شئنا القول من الواقع فليوم تطور دول المجتمعات إلى غير ذلك صارت مبنية على مفاهيم جديدة سعى شحرور إلى إدماجها في مشروعه التفسيري منها مثلا تمييزه أيضا لمفاهيم كالأمة والشعب والدولة والوطن إلى غير ذلك كل هذه الأمور سعى شحرور إلى أن يؤثرها تأثيرا جديدا انطلاقا من الدين وليس من خارجه يبقى احنا متفقين على أنه كان البداية أو محور تفكيره أنه يصل إلى الناس ما نقولش حتى يعني لو الشارع هنختلف عليه الناس المتدينين العاديين تماما لكن الناس هترد دكتور سامح تقول محمد شحرور مهندس ذهب إلى روسيا للدراسة فزعت التخصص أنت لست متخصصا أنت رجل تدرس الهندسة المدنية ذهبت إلى روسيا للدراسة وعدت ليس لديك ما لدى علماء الدين رد دكتور سامح على المسألة دي بقى هو يمكن رد محمد شحرور نفسه أكيد طبعا تعرض للمسألة يؤصل لمصطلح أهل الزكر كما تفضل للأستاذ بأن أهل الزكر ليسوا هم أهل الفقه والقرآن والحديث فقط وهم العلماء والفلاسفة والأساتذة من كل الاختلافات ده المقصود بأهل الزكر ده المقصود بأهل الزكر وأن أهل الزكر يعني هو يفرج بين الكتاب والقرآن مثلا ويقدم تفسيرا جديدا لمعنى الكتاب والكتاب هنا هو أي قانون موجود على الأرض هو كتاب للموت كتاب من يعرف كتاب الموت الأطباء للفيزياء كتاب من يعرفه المهندسون وهكذا فلكل مقام كتاب ومن يعرف الكتاب هو من أهل الزكر وبالتالي هو مثلا عندما تحدث عن الأعمار فقال لا يوجد ما يسمى بتحديد الأعمار إن أدركت كتاب الموت كتاب الموت يدركه الأطباء فيعالجون الأمراض أنت إن اعتردت قانون الموت وعبارت الطريق مثلا صدمتك سيارة فهنا أنت خلفت قانون الحياة فبالتالي عملية تفكيك لفكرة أهل الزكر والفقهاء وأن نتحدث عن أن علم الحديث والفقه جاء في أواخر القرن الثاني وتبلوى وتشكل في القرن الثالث الهجري عظيم وبالتالي هل كان المسلمون في هذه الفترة قبل الفترة دي بلا دين هو ينطلق ويستعدع هذه اللحظة التاريخية ليبني عليها مفاهيمه الجديدة وبالتالي فهنا أهل الزكر مفهومه الجديد يختلف تماما ويكون قريبا أيضا من فكر الناس البسطاء العاديين ويمكن أن يقنع البعض يمكن مسألة عدم التخصص دي خلته أكثر حرية في التحليق بعيدا عن المكرر والمحفوظ إلى آخره أعتقد أن المسألة أنه ما تخرجش من مؤسسة دينية أعطته هذه الرحابة بالطبع حركته سريعا وجعلته حرا وبعيدا عن السكونية والصنمية النصية طيب في ناس بتقول يمكن ده اللي وقعه في لفظ الحاكمية لفظ يحمل كثير من سوء السمعة وهو موجود عند شحرور هل لفظ الحاكمية عند شحرور هو نفس لفظ الحاكمية عند صديق قط حاكمية شحرور تختلف تماما حاكمية شحرور تنطلق من تحكيم نص بتفسير جديد برؤية جديدة بفهم جديد لهذا النص وبالتالي هو لا يمانع فيه تحكيم هذا النص وفقا للرؤية الحديثة التي كونتها وبلورتها غيرت مفهوم الحاكمية عند صديق قط بيختلف تماما عند محمد شحرور هو لا يرفض حاكميته حاكميته هو التي توصل إليها وفهمها وعرضها وبلورها في إطار نظري وإطار سياسي هي بعيدة عن ومن لم يحكم بما أنزل الله هي بعيدة عن هذه المسألة ماذا أنزل الله هنا التنزيل هنا عند محمد شحرور يختلف تماما عن التنزيل عند صديق قط القيم الأخلاقية والقيم والمبادئ والسلوكيات الإنسانية التي يتحقق من خلالها كما أشار الدكتور العمل الصالح فهذه هي الحاكمية إنما السياسة عند محمد شحرور تختلف يعني الارتبار بين السياسة وبين الدين هو يفكك هذه المنظومة يرفضها تماما يعني انطلاقا من لو انطلقنا من جملة ابن هاني الشعر الشهير الأندلسي وهو يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار وفحكم فأنت الواحد القرار هذا ما حدث في تاريخ الإسلام فكأنما أنت النبي ومحمد وأنما الأنصار وكهم الأنصار هذا هو الذي تأليه الحاكم تأليه الحاكم هنا مرفوض بهذا الطرح استخدم في السلطة السياسية وإنما تنزيه الحاكم عن هذه السلوكيات المستبدأ التي أصلتها المنظومة الفقرية إذن اللفظ والمصطلح مختلف تماما من شحرور إلى سيد قطب ودكتور سابح كان في البداية قال مسألة أن النص سابت والمحتوى متحرك ماذا يقصد شحرور بهذه العبارة دعني أعطي مثالا بسيطا كي نفهمها تبوتية النص ونسبية التعويل وشحرور يقر بمفهوم النسبية في قراءة النص الديني انتبه شحرور في إطار معالجته للمسألة السياسية ومن بينها الحاكمية إلى تغير واقع العالم الإسلامي ويعطي كمثال وجود مسلمين من قوميات متعددة عرب أفغان فورسي إلى غير ذلك في أوطان غير مسلمة كالولايات المتحدة الأمريكية إلى غير ذلك فكيف يمكن للمسلم المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتعامل مع واقعه مع الآخر انطلاقا من الإسلام فهنا أعتقد أن شحرور جدد الرؤية الدينية لهذا الواقع الجديد في مجال تفسير الدين بحيث ركز على ضرورة أن يحترم المسلم القوانين السائدة في تلك البلاد التي هي غير مسلمة على أساس أن احترم الدين الإسلامي يكون في مجال العقائد يعني الصلاة والصوم وحتى الحج إلى غير ذلك ولكن التعامل مع الواقع الاجتماعي مع الواقع المادي ينبغي أن ينضبط فيه المسلمون للقانون السائد في تلك البلاد فهنا أعتقد أن الشحرور جدد يعني مجموعة من التأويلات والتفسيرات لما كان سائدا من قبل هذا الجديد فرضه تغيير أحوال المسلمين فرضه أيضا غلبة الآخر من قبل كانت هناك وحدة إسلامية لا نقول مكتملة ولكن بنسبية كبيرة جدا بينما اليوم هناك مجتمعات إسلامية في دول غير إسلامية ممكن أن نعطي مثال بالصين بالهند بالمهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية فهذا الواقع الجديد فرض هذا النوع من القراءة الجديدة للنص الديني وأظن أنه هنا بعد حسنات مساهمة المشروع محمد شحرور في تجديد الاجتهاد الفقه الحسنات هذا المشروع هل سؤال في نهاية الحلقة مشروع محمد شحرور الذي قلت أنه استهدف الناس استهدف الشارع ولم يستهدف النقبة ولم يرد استعراض عضلات حداثية أو ما إلى ذلك هل وصل للناس فعلا؟ هل نجح مشروع محمد شحرور برغم أنه انطلق من داخل التراث هل نجح؟ هل وصل للناس؟ يمكن أن يكون وصل في شرائح أو نخب معينة استطعت الاستفادة من هذا التأويل والتفسير الجديد بأنها تقابل احتياجاتها الحياتية واحتياجات الحياة والمتغيرات الجديدة التي تحدث عن الدكتور وبالتالي أفادوا واستفادوا من هذا الطرح ولكن يظل التأثير في شريحة ضيقة شريحة قليلة لماذا دكتور سامح؟ يعني محمد شحرور لم يكن كالآخرين منطلقا من مدارس غربية وطبق نظريات علمية في علم اللغة وإلى آخره مثل الآخرين ولكنه انطلق من داخل النص من داخل التراس استعان بكثير جدا جدا من كلام الفقهاء القدامة ولكن بنظرة جديدة وبرغم ذلك تقول أنه قد وصل إلى شريحة معينة البنية الذهنية الشعبية مشبعة بحالة من حالات اللاوعي أو يؤسفني عن أقول الجهل المعرفي وبالتالي هي غير قادرة على استيعاب الجديد أي أن كان هذا الجديد سواء من داخل النص أو من خارج النص هي غير قادرة على التغيير هي ترفض التغيير هي تخاف التغيير وبالتالي هي تستسلم تماما للطرحات القديمة وتدور في دوائرها العبسية أي طرح جديد سواء من داخل النص أو محاولة شحور لبناء عوالم مذهبية جديدة تأخذ بأيدي الناس إلى دنيا الحداثة بالدين سيكون تفسيرها محدود طالما أن الأسئلة الصعبة لم يتم ترحاها بقوة بقوة التاريخ بقوة الواقع وليس بقوة السلطة التاريخ والواقع والعلم سيفرد تساؤلات صعبة كما حدث في أوروبا في أواخر عصر النهضة وانفجار عصر التنوير فيما بعد لم يحدث هنا بعد ما زلنا نستهدف الحداثة في عالم ما بعد الحداثة ما زلنا نستهدف التنوير في عالم ما بعد التنوير ما زلنا نحاول لأن نطبق العلمانية فيما بعد العلمانية نحن أسرى للتاريخ أسرى للماضي وبالتالي هذه البنية الشعبية تمثل حقق صد حقيقي أمام كل تغيير ما زلنا نخاف من التنوير ما زلنا نخاف من التغيير ما زلنا أسرى الماضي لذلك لم يصل المشروع الفكري لمحمد شحرور كما تمنى إلى كل الناس وجزيل الشكر لضيفية دكتور سامح إسماعيل من مصر شكرا جزيلا والباحث محمد جليد من المغرب شكرا جزيلا ويتفكرون وأسئلة جديدة